تفقد الفريق أول عبد المديد سكر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قاعدة محمد نبيب العسكرية بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من القادة واستمع القائد العام إلى شرح تفصيلي من قائد المنطقة الشمالية العسكرية عن القاعدة التي تعد أحد أبرز قلاع العسكرية المصرية بما تضمه من قوة عسكرية ضاربة ووحدات قتالية وإدارية وميادين الرماية والتدريب على كافة الأسلحة المختلفة وقام الفريق أول عبد المديد سكر بجولة تفقدية تضمنت المرورة على ميادين التدريب التخصصية وناقش عددا من المقاتلين في كيفية تنفيذهم لمهامهم المكلفين بها